السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن رمضان فرصة لمن يريد أن يخفف من وزنه والأفضل على الإنسان أن يتبع برنامج رجيم لا إفراط ولا تفريط ولا بأس أن تكون باستشارة طبيب إخصائي غذائي هذا أفضل شيء ما هو هذا البرنامج؟ اليوم الأول السحر نصف رغيف من الخبز الأسمر ونصف علبة من التونة سمك وصحن من الصلطة الطازجة والماء المعتاد كالعادة أما الفطور في اليوم الأول فهو ثلاث ملاعق كبيرة من الرز وخمس ملاعق من الفاصولية وصحن من الشوربة وقطعة من اللحم المشوي وصحن من الصلطة هذا هو الفطور لا تتعدى هذا الأمر بالإضافة إلى كل يوم كل يوم هذه قاعدة بعد الفطور حوالي نصف ساعة تحضر التركيب الآتي شاي أخضر زنجبيل أخضر نعناء أخضر مع قشر رمان الناشف تضعها يغلى خمس دقائق في النار ويبرد ويشرب بعد الفطور بنص ساعة أو ربع ساعة أما اليوم الثاني فهو في الصحور نصف رغيف من الخبز الأسمر وأربع ملاعق صغيرة من الفول المضاف إذي قليل من الزيت الزيتون وكوب من اللبن الزبادي خالي الدسم أما الفطور ثلاث ملاعق كبيرة من الماكرونة وصحن من الشوربة وقطعة من اللحم المسلوق وصحن من الصلطة هذا هو ولا تنسى التركيب تركيبة الشاي اليوم الثالث نصف رغيف من الخبز الأسمر في الصحور طبعا وبيضة مسلوقة وحبة من الفاكهة والماء شيء طبيعي أما الفطور في اليوم الثالث هو ثلاث ملاعق كبيرة من الرز وصحن من الشوربة وربع دجاجة مسلوقة وصحن من شوربة الملوخية وصحن من الصلطة أما اليوم الرابع ففي الصحور نصف رغيف من الخبز الأسمر وأربع ملاعق صغيرة من الفول وخمسين غرام من الجبن القليل الدسم جبن الأبيض وكوب من الحليب خالي الدسم أما الفطور في هذا اليوم فيكون ست ملاعق كبيرة من الماكرونة وصحن من الشوربة وصحن من الصلطة ولا تنسى الشاي اليوم الخامس طبعا تركيبة الشاي اللي ذكرناه في البداية اليوم الخامس في الصحور نصف رغيف من الخبز الأسمر وخمسين غرام من الجبن الخالي من الدسم وبيضة مسلوقة وصحن من صلطة الفاكهة المشكلة أما الفطور في نفس اليوم ثلاث ملاعق كبيرة من الرز وربع دجاجة وصحن من الشوربة وصحن من الكوسة المسلوقة وصحن من الصلطة أما اليوم السادس في الفطور حبتان من الفاكهة وكوب من الزبادي من جوع الدسم وصحن صلطة أما الفطور ثلاث ملاعق كبيرة من الرز وثلاث حبات محشي لذنجال أو كوسة باللحم وصحن من الشوربة وربع دجاجة وصحن من الصلطة أما اليوم السابع والأخير في الأسبوع فيكون السحور نصف رغيف من الخبز الأسمر وبيضة مسلوقة مع سبع حبات زيتون وصحن من الصلطة الطازجة أما الفطور فيكون نصف دجاجة مشوية وصحن من الشوربة وصحن من الخضار المشوي أو المسلوق هذا هو برنامج سبعة أيام تكرر خلال كل سبعة أيام مدة شهر رمضان الفضيل أكثر من شرب السوائل بين الفطور والسحور وخاصة شرب الماء والعصائر الطازجة وابتعد عن كافة الأنواع من الحلويات إلا القليل النادر بينه في كل أسبوع أسأل الله أن يتقبل الصيامة والقيامة وصالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته